تسعى المرأة الحامل إلى اكتساب المزيد من العناصر المفيدة لها خلال فترة الحمل وكسب الطاقة حتى تتمكن من الاستمرار في شهور الحمل وأن تلد طفل سليم قوي البنية من تلك الأشياء الهامة هي شراب الشعير ومن بين الفوائد التي تعود على المرأة الحامل من تناول مشروب الشعير ما يلي يعمل شراب الشعير على وقاية الحامل من العديد من المشكلات التي من الممكن أن تصيب المجاري البولية والتي منها الالتهابات كما أن شراب الشعير من شأنه تقوية وتنشيط الدورة الدموية في داخل جسم الإنسان كما يعمل على تقوية الصحة العامة عند الحامل كما يعمل شراب الشعير على تقليل الإصابة بالتهابات المهبل والتي تعد من أكثر المشكلات التي تتعرض لها الحامل خلال الحمل يحتوي شراب الشعير على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لذلك هو مهم جدا لنمو الجنين والحفاظ على صحته كما يعمل على إضرار البول والتخلص من الماء الزائد في الجسم لذلك فهو يمنع تورم الخدمين كما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السكر خصوصا أثناء الحمل وبذلك يمنع تعرض المرأة فيما بعد لخطورة الإصابة بداء السكر كما يعمل شراب الشعير على علاج الأنمية هذا نظرا لحتوائه على الكثير من المعادن الهامة والألياف التي تعمل على زيادة وكسرة خلايا الدم الحمراء حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد كما يعمل على زيادة نسبة الهيموجليبين في الجسم كما يعمل ماء الشعير على منع حدوث التشوهات التي تحدث أثناء الحمل عند الأجنة خصوصا التشوهات التي تحدث في الأعصاب نظرا احتوائي على كمية كبيرة من حمض الفوليك والهام جدا لبناء وتكوين الطفل خلال فترة الحمل كما يعمل على المحافظة على كل من صحة البشرة والشعر لذلك يمكنكم إدخال الشعير في العديد من الوصفات الهامة للعناية بجمال المرأة خصوصا خلال فترة الحمل وقد تعاني المرأة في هذه الفترة من العديد من المشكلات في البشرة والشعر وعلى الرغم من أن شراب الشعير له الكثير من الفوائد التي تعود على الحامل إلى أنه من الممكن أن يمثل ضرر على الأم خلال فترة الحمل حيث أن شراب الشعير المنزلي أفضل بكثير من شراب الشعير الذي يتم الحصول عليه معبأ في زجاجات في المتجر والذي يضاف إليه العديد من النكهات المختلفة حتى تتمكن المرأة من تناوله لكن ذلك المشروب من الممكن أن يمثل خطورة على الحامل وعلى الجنين نظراً لاحتوائي على الكثير من المواد الحافظة التي من الممكن أن تؤثر على الجنين إذا رغبت في تناول مشروب الشعير أثناء الحمل فلابد من تناول الشعير المنزلي الطبيعي وعدم تناول الذي يحتوي على المواد الحافظة التي من الممكن أن تسبب حدوث تشوهات عند الأجنة كما من الممكن أن تؤدي إلى حدوث إيجاد في العديد من الأحيان لذلك لابد على المرأة أن تكون أكثر حرصا في الأشياء التي تقوم بتناولها أثناء الحمل حتى وإن كانت أشياء مفيدة فلابد من تحضيرها في المنزل حتى تتجنبين المواد الحافظة والأضرار التي تعود عليها من تناولها